بالرايات والملابس السوداء احتفل عمال النجف بيوم عيدهم العالمي احتجاجا على ما وصفوه بالتهميش المتعمد لهم وسلب حقوقهم بعد منح الأرض التي كانت مخصصة لهم كقطعا سكنية إلى إحدى الجهات الأمنية لإنشاء مجمعات عسكرية فيها اليوم واحد آيار يوم العمال العالمي الذي من المفروض أن يحتفل فيه عمال النجف الأشرف اسوة بعمال العالم أجمع لكننا بعد ظلم والحيف الذي لحق بنا بعد تخصيص حي العمال السكني أصوليا وبموافقات أصولية من كافة الدوائر والوزارات المعنية تفاجأنا في الأيام الأخيرة سحب هذا التخصيص ومنحه إلى جهات أخرى وهذا ظلم وحيف وبل نعتبره استهداف لشريحة مظلومة وهي شريحة العمال أكثر من كتاب رافعينة رأزت مجلس الوزارة ولحد الآن ما جاء كتابتين نحن نريد كتاب تثمين أسوة باقي نقابات مع عمضة النجف لحد هاللحظة من سنة 2018 لحد هاللحظة ماكو نتيجة ونحن نقابة وفارز القطع ومنطي وصولات بالقطع ومخصص القطع للمواطنين ومواطنين مستلموا وصولات ودافع رسومات ووصولات للنقابة وبدل أن يحمل هذا اليوم فرحة للعمال في النجف جاء فرصة للتجمع والتظاهر للمطالبة بإنصافهم وتحقيق مطالبهم التي قالوا إنها مطروحة على طاولة الحكومتين المحلية والاتحادية منذ سنوات دون النظر فيها أو الاهتمام بها إحنا شن ذنبنا يا رئيس الوزراء محمد الشاع السوداني إحنا شن ذنبنا من ذاك اليوم لهذا اليوم إحنا العمال الكسبة شن اللي حصلنا من الدولة إحنا بما بها اليوم عيدنا إحنا طالعين نشتغل والناس كلها محطلة زينا إحنا شن ذنبنا قطعة وبتشول ولو حكتونا عليها العالم كله يعطي فيلي بهذا اليوم اليوم العام المالتنا طالع بالرأي السوداء يعني معناه صار عده أحباط المفروض يطلع بالعلم العراقي حتى ما يكون عده أحباط يعني هذا العلم العراقي حتى ما يخذ حقوقه يعني الناس كسبة فقرة أموال بسطاء متقاعدين هذا شراء على المجتمع والطالب بالحقوق صار إلى عشرين سنة بالإضافة إلى مطالبهم باستعادة الأرض المخصصة لهم يأمل العاملون بمزيد من الرعاية القانونية لهم من خلال الاهتمام الحكومي والتشريعي بسن القوانين التي تضمن حقوقهم لا سيهم المالية والتقاعدية في ذكرى عيدهم أصوات العمال تتعالى غضبا للمطالبة بإنصافهم ورفع الظلم عنهم الذي سلب حقوقهم المشروعة في العيش الكريم من النجف ولا لطيف زاقروس تيفي